السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول عامل خطر على حصول المتلازمة الاستقلابية يجب الانتباه له هو محيط الخصر إذ يجب على الذكور أن لا يزيد محيط الخصر عندهم عن 102 سنتيمتر وعند الإناث يجب أن لا يتجاوز محيط الخصر عن 88 سنتيمتر ثاني عوامل الخطر التي تعتبر مؤشر قوي على حصول المتلازمة الاستقلابية هو ارتفاع شحوم الدم أو ارتفاع التراي غليسيرايت وهو معروف عند عامة الناس بدهون الدم هذه المواد هي شديدة الضرر ويتركز ضررها على الأوعية الدموية وخصوصا الشرايين القلب وشرايين الدماغ وينجم عن تكدسها بشكل مستمر ومتواصل على الشرايين إلى زيادة نسبة أمراض القلب والسكتات الدماغية وجلطات القلب أو احتشاء العضلة القلبية وكذلك يرتبط دائما ارتفاع شحوم الدم أو دهون الدم مع حصول الداء السكري فإذا ما ارتفع نسبة شحوم الدم عن 150 ميلي جرام على 100 ميلي دم نقول أن هناك ارتفاع في شحوم الدم أو في دهون الدم ثالث عامل مهم جدا يعتبر كمؤشر على حدوث المتلازمة الاستقلابية وهو انخفاض مستوى الكوليسترول الحميد أو الـ HDL إذ يجب أن يكون نسبة الـ HDL في الدم لا تقل عن 40 ميلي جرام على 100 ميلي دم عند الدكور وعن 50 ميلي جرام على 100 ميلي دم عند الإناث ونقص الـ HDL عن هذه المستويات عند الدكور والإناث يرتبط أيضا بحصول أمراض القلب والسكتات الدماغية طيب كيف أنا ممكن أرفع الـ HDL أو الكوليسترول الحميد؟ بالحقيقة يمكن رفع مستوى الـ HDL أو الكوليسترول الحميد في الدم عن طريق إنقاص الوزن إلى الوزن المثالي مع ممارسة الرياضة التي يحبها الشخص والتي على رأسها المشي السريع والسباحة والهرولة وقيادة الدراجة رابع عامل خطر يدول حدوثه على وجود المتلازمة الاستقلابية هو ارتفاع ضغط الدم أو حتى مجرد تناول حبوب ضبط ضغط الدم يعني أن الشخص الضغط لديه مضبوط لكنه بوجود الحبوب الدوائية فارتفاع ضغط الدم يعني هناك وجود خلل في التمثيل الغذائي أو الاستقلاب الغذائي أو الأيد داخل كل خلايا الجسم خامس عامل ويعتبر من أقوى العوامل التي تشير على وجود المتلازمة الاستقلابية ألا وهو الداء السكري فكل شخص لديه نسبة سكر الدم أعلى من 125 ميلي جرام في الميت ميلي دم نقول أن لديه داء سكري وهو من أقوى وأهم العوامل المشيرة إلى حدوث المتلازمة الاستقلابية هذه خمس عوامل وجود ثلاث عوامل منها فقط تكفينا على القول بأن الشخص يعاني من المتلازمة الاستقلابية فوجود المتلازمة الاستقلابية يعني أن الشخص عم تتدمر صحته رويدا رويدا شيئا فشيئا ببطء حتى يصل إلى المستويات التي يقول الشخص أنه أصيب بأمراض القلب والسكتات الدماغية وارتفاع الضغط الشرياني وقصور القلب وقصور العضاء المتعدد الأخرى مع العلم أن العلاج ليس صعب وأن الأمر ليس مستحيلا وحتى يمكن ضبطه حتى من دون وجود أدوي ويمكن ضبط المتلازمة الاستقلابية والتخلص منها باتباع الخطوات التالية أولا يجب أن يعلم أي شخص مصاب بالمتلازمة الاستقلابية يعني لديه بدانة لديه محيط خسر عالي لديه ضغط لديه سكري لديه ارتفاع بشحوم الدم لديه ارتفاع بكوليسترول الدم هؤلاء الأشخاص يعني لديهم متلازمة استقلابية ليس لديهم إلى الآن هم شباب أو بمرحلة الكهولة الأولى أو حتى بمراحل متقدمة من العمر لكن لديهم هذه الأشياء مجتمعة أو ثلاثة منها ليس لديهم أمراض قلب الحمد لله ليس لديهم أمراض في الشرائين ليس لديهم سكتات دماغية ليس لديهم أمراض متعبة نقول لهم يمكن التخلص من هذه المتلازمة والاستمرار بالحياة بالشكل الصحي والطبيعي لكن يجب أن يعلم أنه مريض مثله مثل مريض القلب مثله مثل مريض السكتة الدماغية مريض مزمن يجب أن ينضبط بمجموعة من الأشياء يجب أن يضبط نفسه عليها يغير من طبيعة حياته ويغير من سيستم حياته حتى يستطيع التخلص من هذه المتلازمة وينضبط على هذه القواعد الصحية إلى أن يتوفاه الله فمثلا مريض لديه بدانة أو مريضة لديها بدانة بدأت بحمية بدأت بريجيم معين فقدت من وزنه أو فقدت من وزنها 15 أو 20 كيلو بعدها يبدأ بالعودة إلى النظام الذي كان عليه قبل الحمية أو قبل الريجيم هنا خطأ يجب أن يستمر على ضبط كمية الطعام التي كان يتناولها خلال الريجيم مدى الحياة يعني لا يستمر بشكل قاسي إنما يجب أن يعتمد مبدأ تخفيف الكمية الطعامية ومبدأ النشاط البدني العالي الأمر الثاني يجب على كل شخص لديه متلازمة استقلابية يجب عليه نسيان حالة أو حياة الخمول وحياة الرفاهية وحياة الكسل ويبدأ بحياة النشاط والحيوية وحياة الحركة السريعة بحيث يعتبر هذا الشخص كان ذكرا أو أنثى أن الرياضة هي جزء أصيل من حياته مثل الاستحمام مثل توفير وقت للطعام مثل توفير وقت للعمل جزء أصيل من الحياة يعتبر أن الرياضة اليومية طبعا والممارسة بانتظام يجب أن يعتبرها جزء أصيل من حياته وبصراحة أفضل أنواع الرياضات هي الرياضات الهوائية التي تمارس في الهواء الطلق كالمشي السريع كركوب الدراجة كالسباحة كصعود الدرج كل هذه الرياضات إذا استطاع الشخص أن يرفع من معدل ضربات القلب إلى أكثر من 120 ضربة في الدقيقة فهو قد حقق الشروط اللازمة لاستعادة الحياة الصحية خلال أقرب وأقصر مدة زمنية ثالث أمر وهو في غاية الأهمية يجب أن يعلم الجميع أن المتلازمة الاستقلابية تزداد ضراوة تزداد شدة مع التقدم بالعمر يبدأ هذا الأمر مع دخول الشخص ذكرا أو أنثى مع عمر الثلاثين وتزداد الأمور تعقيدا وتزداد الأمور أكثر إلحاحا مع دخول الشخص عمر الخمسين حيث أن عمر الخمسين هو عمر فاصل للاستعداد لممارسة الرياضة ولتخفيف الوزن أكثر من سابق عهده رابع أمر وهو بغاية الأهمية يجب أن يعلم الجميع أن التدخين والكحوليات تضاعف من حصول مضاعفات المتلازمة الاستقلابية أضعافا كثيرة خصوصا باتجاه إصابة الأشخاص بالسكتات الدماغية وأمراض القلب والشرايين خامس ملاحظة يجب ابتعاد الناس عن فكرة الاستمتاع أو التلذذ بتناول الطعام مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المتعددة المرئية منها والمسموعة لأنها تعمل على تشتيت الذهن وتشتيت المخ عند تناول الطعام فيصعب على المخ تلقي الإشارات الواردة من المعيدة على أن المعيدة اكتفت من الطعام وهنا الطامة إذ يستمر الشخص بتناول الطعام ويستمتع مع تشتت ذهنه باتجاه وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام دون أن يشعر أنه قد أدخم تماما وهذا ما يساعد على زيادة الوزن وعلى فكرة الاستمتاع بالطعام أكثر فأكثر سادس أمر يجب أن نبتعد عن تناول المسليات كالمكسرات والحلويات خصوصا عند المساء فعند المساء يميل الشخص إلى الخمول والجلوس على الأريكة أو التمدد أو التسطح على الأريكة وعندها يبدأ بفكرة التسالي يأخذ شيئا من المكسرات أو المقرمشات أو الحلويات ويبدأ يتناولها هذه الأطعمة فيها مشكلتين أولا هي ذات أحجام قليلة لا تأخذ حجما كبيرا من المعدة وبالتالي لا يشبع الشخص منها وثانيا أنها ذات سعرات حرارية عالية جدا تسبب للشخص بدانة كبيرة جدا خلال فترة قياسية سابعا يجب علينا أن نستغل الأوقات التي نكون فيها بقمة الخمول وتحويلها إلى فترات يكون فيها مزيد من النشاط والحيوية فبدلا من أن نبقى جالسين على الأرائك أو على الكراسي نتمشى داخل البيت وبدلا أن نصعد من الأسنصير إذا توافر نصعد على السلالم بدلا من أن نركن السيارة قريبا جدا من بيتنا نحاول أن نركنها بعيدا قليلا ونتمشى إلى البيت بدلا من أن ننزل من الباصات في المكان المحدد الذي يجب أن ننزل فيه ننزل قبل محطة أو اثنتين ونتمشى هذه المسافة فالمشي يساعد كثيرا على زيادة تمثيل الغذائي داخل العضلات أمنا يجب أن نخفف الكمية الواردة من الملح أو من الأطعمة ذات المؤشر السكري العالي والتي سنفرد لها بإذن الله حلقة مخصصة لها الأطعمة ذات المؤشر السكري العالي كذلك يجب الإكثار من الأطعمة الحاوية على الألياف الغذائية أو الغنية بالألياف الغذائية كالخضار والفواكه والخبز الكامل بقشوره يعني أو الرز الكامل بقشوره تاسعا يجب تغيير عاداتنا الغذائية السيئة وذلك بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة عالية السعرات مثل الأندومي ومثل الهامبورغر والمشروبات الغازية أو المشروبات السكرية المحلاب السكر عاشرا يجب علينا الاهتمام بصحتنا أكثر ومتابعة الزيارات إلى طبيب نحبه ويصبح مشرف علينا بموضوع قياس محيط البطن بموضوع قياس الكوليسترول الحميد الـ HDL لدينا أو قياس الشحوم الثلاثي أو التراغليسيرايد والمتابعة الدورية قياس ضغط الدم على الأقل مرة في الشهر أو مرتين في الشهر وكذلك قياس مستوى سكر الدم وهنا أركز على الأعمار فوق الثلاثين وفوق الأربعين تصبح أشد الحاحن وضرورة وفوق الخمسين يجب أن نجريها كل ست أشهر على الأقل فمتابعة هذه الأمور البسيطة والتخلص من هذه الأمور يعني بالنهاية الاستمرار بحياة صحية والاستمرار بحياة خالية من الأمراض القلب والدماغ والمتابعة اليومية بحياة يملأها الصحة والسعادة وبالنهاية فإن المتلازمة الاستقلابية يمكن تخلص منها عن طريق زيادة النشاط البدني وضبط الأطعمة وتقليل الوزن ودمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته